استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليعهد دبي اليوم في جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لصاحب الجلالة السلطان عمان والذي يزور البلاد حاليا لرعاية احتفالات الجناح العماني في إكسبو بالعيد الوطني الحادي والخمسين للسلطنة ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد والوفد المرافق له وذلك خلال جولتهما في جناح الإمارات في إكسبو مؤكدا سموه عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي طالما جمعت بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومنوها بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه حضرت صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق كما أعرب سموه ولي عهد دبي عن خالص التهاني والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الحادي والخمسين للسلطنة مؤكدا ترحيبه بمشاركة السلطنة في معرض إكسبو عشرين عشرين دبي ومتمنيا سموه لسلطنة عمان وشعبها الكريم مزيدا من التقدم والازدهار من جانبه أعرب صاحب السمو السيد سعد بن طارق قال السعيد عن تهانيه لدولة الإمارات باستضافة معرض إكسبو عشرين عشرين دبي بما يمثله من قيمة مضافة للمنطقة بصورة عامة اشتركوا في القناة